موضوع لينهار اليوم مشاهدنا نخلوكم تعرفوا عليه في هذا التقرير للزميلة مريم مايدي ورجعي لكم الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج الأطفال هو الزواج الذي يكون فيه عمر أحد الطرفين أو كلاهما دون 18 أو لم يبلغ سن الرجل بعد وفي كثير من الأحيان تعد فتيات الصغيرات الأكثر تأثرا بظاهرة الزواج المبكر الزواج المبكر يعني مليح ومشي مليح الزواج المبكر كما يقول لك الإنسان يعني الشاب هذك يعني لو طاني روح الأمور محرمات وروح يعني يبنيه مستقبل تعه أنا جي بريفار يعني كي يزوج يقدر ما يدخش في هذه الأمورات هذه كي تنظج وتعود ستون رسبونسابيليتي دوك طفلا تعرفوا شيء مسؤولية والله غير الزواج المبكر نقدر نقول لك معه ولا ماشي معه على كل حال بالك 50-50% ولكن أنا راني ضد علىه خاصة الوقت هدايا خاصة الوقت هدايا المبكر هدايا الطفلا ولا الولد ما زال ما نضج العقل تعه نقدر نقول لك رحم تقريبا دراري إذن رحم مسؤولية كبيرة تتعدد أسباب الزواج المبكر وتختلف بين سوء الوضع الاقتصادي والتقاليد الاجتماعية إلا أن الكثير يرى أنه يعود بالضرر على الحياة الزوجية لعدم قدرة الزوجين على التحمل المسؤولية خاصة في زماننا فيها صعوبة الطفلة متعافسة صغيرة متعارش فيها ذو الحواج اللي يتخيل الأخر بعد يوقع مشكل يوقع الطلاق يوقع الأخر مننا هذا هو شيء يعني إنسان كي يزود يدير عائلة يكبر يكبر في عقله اليوم ما تقدريش تديري هذا الشيء مع الشباب بتاع اليوم الشباب بتاع اليوم عشرين سنين يلعب بلاي ستيشن يلعب لي جوي بكري كانت المعيشة لمعدة تعلافية بكري نسكن وطفلة تكبر شوية يزوجوها ما تقراش ما تخدم شميل للوقت تبدل رغم شلوع هذه الظاهرة قديما إلا أن اختلاف النمط المعيشي أصبح لا يشجع على مثل هذا الزواج مشاهدين موضوعنا ينهر اليوم الزواج المبكر رايحين نقشوه مع الأخصائية النفسية أحلام مأيت حدا حضر معي في البلاطو لنهر اليوم أحلام مرحبا بك معنا شكرا ترحب بك الجنة صباح الخير عليكم صباح النور أحلام شكرا لك أحلام تابعتي معنا ربما التقرير للزميلة شفنا الشارع الجزائري كذلك حول هذا الموضوع عطينا رأيك من الجانب النفسي يعني من الجانب النفسي حسب الحالة إذا كانت هي موافقة ولا لا لا كيكون فيه إجبار صدق نرغموا هذك هذك الطفلة على الزواج هنا ممكن راح يتعبها شوية نفسيا وراح يضرها مش شوية شوية بزدر يعني حسب الحالات وكي ينلي لا لا بالعكس يقول لك أرجو بخيفا نتزوج صغير نتزوج بكري تصوى بالنسبة للبنت تصوى بالنسبة للولد هدرنا في هذه العوبة وقد شفنا بزدف صور اللي استلطنا الضوء غير على البنات يعني اللي تزوجوا بكري كي ينحتى الشباب اللي في بعض العائلات نحن طرقوا اليوم أكيد ربما في موضوعنا لنهار اليوم نتفصلوا فيهم أكتر طيب ربما أحلام في رأيك وشنو هو السن المناسب للزواج يعني هو ما كاش سن باين قال مثلا كيت الحق لها السن لازم تتزوج ولكن وينما يبدأ الإنسان يحس في روحه جاهز تصوى نفسيا تصوى اقتصاديا يعني الجانب المادي كي يحس روحه واجد تما يقدر يتزوج ولكن يعني علميا باش نوصلوا لهذاك النصج نوصلوا لهذاك العمات تقريبا 25 سنة باش الإنسان يكون ناضج يعني من ناحية العقل تاعو كاين دراسات أثبتت ذلك ولكن يبقى أنه كاين بعض الشباب اللي حتى قبل تحسيهم يعني وجدين تصوى من جميع النواحي نعم فيروحوا يتزوجون لنك ما كاش سن محدد حسب الأشخاص يعني نعم طيب وقتش نتنقو على الزيجة أنها مبكرة رضا ما مشيغن من جانب السن حتى الجانب رضا ما العقليات شفنا كذلك أراء الشارع الجزائري يقول لك 21 سنة ما زالوا يلعب بلاي ستيشن هل عندها علاقة هادشي؟ كان بزاف اللي كبار ويلعبوا بلاي ستيشن يعني يبقى هو مجرد نعم جو فيديو اللي بالك الناس يستمتعوا به ولكن الموضوع اللي اللي بلوز إمبورتون ونراه يعني الحاجة المهمة ونراه أنه يكون ناضج ديجا نفسيا صدق يفهم روحه ولا يفهم هو وشراه وحاب يفهم المبادئ تاعه الحدود تاعه يعني يفهم بيان روحه ثم صدق وليه يقدر كيفاش يتعرف على شخص تاني باش يفهموا هو وش هما القيم تاعه وش هما المبادئ تاعه وش هما الحدود تاعه باش يقدر يعني يكون عنده نضج هكذا من الجانب النفسي تاعه تهو وراه فاهم ديجا وراه عارف وش هي المسئوليات تاعه وش لازم يدير وش ما لازم شي يدير باش يروح يتعرف على شخص تاني يعني هدو هم ربما الشروط الأساسية لتكوين أسرة لا مانيش نقول هدو هم الشروط ولكن دخل معاها يعني من بين الأول طيب مش هم الشروط ربما لتكوين شوفي والله ما نقدر نحددهم لك هكذا نقول لك كينا هادي وهادي بس كل واحد فينا كيفاش يشو ولكن كل واحد فينا كيفاش يشو ولكن من بين الأساسيات أنا رح نهدر على الجانب النفسي بما أني مختصة خصائية نفسانية أول شرط أنه نكون نفهم روحي يعني من المستحسن أنه أنا نفهم روحي على بالي أنا وش نحب وش ما نحبش ماشي وش نحب ماكلة ولا هدي حاجة مليحة يعني نعرفها لروحي ولكن من المستحسن نزيد نعرف كثر على روحي وش هي الحاجة لي تفرحني الحاجة لي تموتيفيني الحاجة لي تخليني نحس بالحزن يعني هاد الأشياء العميقة وش هو الهدف تاعي وش هو ما طموحات ديالي وش هو ما حدودي لي ممنوع أنه الواحد يتقرب لي منهم هدايا يعتبر من بين الشروط المهمة الشرط الثاني بس كي علاش كي نفهم روحي رح نعرف كيفاش نفهم حدود الثاني واللي هو الشرط الثاني لأنه مش شرط ولكن تسلسل تحو حقدة يعني هم مرتبين أنه نعرف الطرف الثاني هو كيفاش راه يشوف نظرة تاعه للحياة كيفاش هو راه يشوف الزواج كيفاش هو راه يشوف المسئولية هادية كيفاش راه يشوف فيها وش هو ما الصوالح لي يوالموه لي حبي ديرهم لي ما يحبش بس كي علاش باش نلقاو شخص كامل لي يناسبنا المثالي هداك لي يناسب هداك الفرض أمبوسيبل كيف رح يكون فيه تنازلات بس حكاين بعض الحدود اللي كينكون أنا ديجا طبقت الشرط الأول أنه فهمت روحي يعني رح يعاوني باش كينكون نيقوسي قال مثلا كين بعض الأشياء رانا راحين نسمحوا فيهم وكين بعض الأشياء اللي لا لا أساسيين بالنسبة لنا كينكون جوزت على الشرط الأول يعني رح تساعدني بزاف في العلاقة مع الشخص هداك لهذا يعني لكن هاد شي ربما هل كل هاد الأشياء اللي ذكرتيها نقدروا نتعرفوا عليها في البداية في فترة الخطوبة يعني كيفش نعرف أنا عقلية الطرف الآخر كين بعض الأشياء اللي ما يجوش في فترة الخطوبة يعني كين كين تقولوا وحدا تابحة تقول لك ما تقدرش تتعلم تعوم لو كان ما تروحش اللي بحر باش تعوم عجبني بزاف هاد المثال وش تخوف كصح لازم حتى نوصلوا لهذاك الوضعية تعني أنه رانا مزوجين ورانا في عائلة ورانا مع شخص ورانا نشاركوا معها أشياء باش نحن نكتشفوا أشياء جديدة ورح نتعرفوا عليه بشكل أكثر وأعمق بالصح كين وحد الأشياء أساسية لمثالا قال بغيكزونبل يحب مرتوط قعد في الدار أنا نسقصي روحي أسكي أنا نحب نريح في الدار ولا نحب نخدم مش من بعد زواج اللي صاروا هادوك الصراعات ولا بعد مرمة يعني نكون جوزت فترة زمانية مع هاداك الشخص باش نقول له آي بسح نسيت ما سقصيتك يا خي معليش نخدم يقول لك لا لا وانتي تكون يعني الشخص يكون جوز معاه فترة زمانية تبا من المستحسن أنه هاد الأشياء يتناقشوا من من اليمة اللولين كي يبدأ الإنسان يتعرف على هاداك الشخص نعم أحلام بما أنك أخيصائية نفسية ربما يجوك حالات يعني ناس تزوجه صغار هل كامل حالات اللي يجوك يعاني ومشكل مع الزوج أو ربما مشاكل أخرى شوفي أنا كان لي الحظ كلا الطرفين يعني بس ما شوفوش غير المرأة أنا شفت شفت اللي كان زواج تحوم ناجح وشفت اللي كان زواج تحوم مش ناجح جنرال مو كينين اللي جاوني وان كان زواج تحوم ناجح تقولوا لي ما لعلاش جاوك لها يعني جاوني يعني جاوني على جل مشاكل نفسية تعود بالنسبة للمرأة وإلى الرجل يقولك أنا طوفا بيا يعني كلش مليح وماشي طبيعي في علاقتي الزوجية بالصح عندي هاد المشكل بيني وبين نفسي يعني حاب نخدم عليه وكين اللي شفت هم ثانية تزوجه صغار وكينين يعني كين بعض المشاكل يعني في العلاقة تحوم لبعض الأحيان نوجههم دي راكت إلى معالج عائلي ليتكفل بالحالة تحوم أكتر نعم ربما قلتي اللي أشرت إلى نقطة مهمة أنه كين اللي معنهمش مشاكل داخل العائلة ربما مشاكل نفسية أخرى تتمثل هاد المشاكل وعلا كي اشتهدك النقطة الأولانية كامل في الشروط اللي قلت لك عليها إنسان يعرف روحو كين اللي كي بدأ يديكوفري في روحو يصيب اللي كين بعض المشكلات النفسية اللي حبذ يعني لو كان يخدم عليها هاد المشاكل هاد المشاكل هاد الجانب هادر ومراكيش بيان ومراكيش عالد ربما ترجع للمراهقة لا؟ ما عاشتش المراهقة في وقتها ممكن ترجع للمراهقة ممكن ترجع للطفولة ترجع يعني المختلف مراحل تاع الحياة تاع الشخص يعني حسب تاريخ النفسي تاعه كل واحد فينا عنده تاريخ نفسي حسب التاريخ النفسي اللي عاش الفرد إذا كان فيه يعني عاش صدمات نفسية ولا عاش بعض الإضطرابات النفسية وهو ما قامش بعلاجها فبالتالي مرزواج هادك تعود تشكله يعني ما يكونش مرتاح في هادك العلاقة دونك يروح تلقى يجي مسيكولوج باش يخدم على هادك المشكلة وكل شي ويتتحل عادي ويحمد لله هذو العلاجات النفسية تطورت كل يوم ويخرج علاج جديد الحمد لله يعني نشوف نتالي نعم طيب طفلة ربما تكون غير رواعية بالمسؤولية وفي بعض الأحيان تحرم من طفولتها فتصيب نفسها زوجة وعندها مسؤوليات في رأيك وشني الأسباب الحقيقية وراء هاد الزواج المبكر كينين صح كما لما حتي في سؤالك أنه عاشوا بعض الأشياء في صغرهم بعض الحرمان العاطفي بعض الأشياء هكذا في العائلة تحم فبالتالي يلجؤوا إلى الزواج المبكر كما كنا نحضروا ذوكا عسى لعله وعسى أنه رح يلبيوا بعض الاحتياجات فبالتالي بلك ما رحش يلقاوهم رح ينضروا أبخي وإلى ممكن تلقاوهم ورح تكون علاقة علاجية كما قلت لك ولكن ينجم يكون بعض المشاكل النفسية يعني يعني لعاشها الفرد اللي رح يدفعوا به لهذاك الزواج المبكر وبعد جستم وكيما يلقاوهم شفى هذيك العلاقة اللي أبخي رح يسرى هذك الاستيدام مع الواقع يعني مش وش كانت تستنى على بيها أنا نحب يعني نسطر على هذ الجملة هدية إنه إذا تروح يراني محتاج نشوف أخي سائي نفساني نروح نشوف ونخدم على المشكلة اللي راني نحس بيها وإلى المشكلة اللي نشوف باللي عندي قبل ما نروح نتزوج باش من أجل علاقة صحية أكتر يعني طيب هذ شي ربما نسقطوها على المجتمع الجزائري كاين مجتمعات ربما ونصيبوا الطفلة في عمر 14 سنة 13 سنة يزوجوها غصبا عنها فإحنا ربما في المجتمع الجزائري ماشي منتشرة بكثير هذ هذ نعم والحمد لله يعني أنا ما نقدبش لك ما طالعتش على دراسات هنا ندارد في الجزائر وحد علمي ما نظنش أنه كاين دراسات بخصوص هذا الموضوع ولكن ممكن يعني نشاركك حسب التجربة التي شفتها لجوني للمركز عندي أنه ما كاش لحد الآن يعني ما زل ما شفت اللي تزوجو بالسيف كينين كينين بعض الحالات اللي نسمحهم بلك من عند زملائي ويلة بس حتى أنا ما زل ما جوني للمركز اللي تزوجو بالسيف وأكيد الأشخاص يعني البنات اللي رح يزوجوهم بالسيف رح يخلي أثر نفسي سلبي على الحالة النفسية تحهم يعني رح يريش أشياء نفسية شوية ثقيلة اللي دايور إذا كانوا رم يتابعوا فينا بعض البنات اللي تزوجوا وهو ما ما همش حابين ولا إذا كان ركي تحسي روحك ركي تعبان ولا ركي تحسي في روحك باللي تعيش في ضغوطات نفسية ما تترددش باش تتواصلي مع أخصائي نفساني باش يعاونك يعني عبما نقدروا نحلوا هذ المشكل بالأخصائي الأخصائيين النفسانيين بدون اللجوء إلى حلول أخرى غير مرغوب فيها مثلا طلاق فهمتك حسب المشكلة كان بعض المشكلات يديروا العلاج العائلي إذا كان مشكلة في مبين طرفين يديروا هذاك العلاج العائلي تتسجم الأمور ويكملوا حياتهم طبيعية يعني عادي وكينين اللي حتى مع العلاج يعني تكون يكونوا بعض العوامل الأخرى يعني مش برك المشاكل النفسية فبالتالي يلجئوا للتعلاق نعم طيب ربما الزواج المبكر ما يأثر فقط على الزوجين لكن يأثر كذلك على الأولاد فنشوف ربما البنت المرأة خلين نقول تتسوج يكون عندها طفل ولا الطفلة متعرفش تتعامل معهم ربما توفق بالمسؤولية البيت الأولاد في بعض الأحيان ربما تلجأ إلى الشغل طيب كيف كاين تكنولوجيا كاين كاين دورات كاين حتى الورشات أنا في المركز داعي عندي مولفة نديروا ورشات مجانية للأمهات جوستمو باش نحسوهم ونورو لهم كيفاش يكون تربية كيفاش يكون تعامل مع الأطفال كيفاش دوكا نظن أنه هادية نقدرو كيفاش نقرأوا عليها بلاك كثر وإلى نشوفوا في التلفزة من خلال الحصص التلفزيونية اللي راهم يديروهم يهدروا يجيبوا أخصائيين يهدروا كيفاش لازم يكون التعامل مع الأطفال اسمه هاد الجانب صح جانب بزاف بزاف مهم لأنه باش يكون عندنا طفل راهو ثانية مسؤولية عنده احتياجات لازم نلبي وهم لازم ولكن نظن أنه كاين دوكا يعني كيفاش يتعلموا حتى في العائلة يعني احنا في العائلات الجزائرية معروفة أنه الأم ما تخليش بنتها وإلى عجوزتها ما تخليش عروزتها دايما راهي معاها راهي توري لها ديري هكا ديري هكا يبديها سوق كاين بعض الأشياء اللي حتى يعني دوكا الحمد لله هنا كاين وين نتعلم كاين صح نعاود نعاود نقول اللي كبار علي ناي أكيد هما مدرسة نتعلم منهم دائما طيب نرجع إلى الزوج ربما كيف يتعامل هو كذلك في هذه المرحلة المعينة ربما لما يكون عنده أولاد زوجة مسؤولية هو في سن صغير أكيد رح يتعرض كلا الطرفين يعني الضغط نفسي بالك إذا كان ضغطه قدرت نسيره نعم طبيعي عادي إذا كان ضغط نفسي وما رانيش قادر نسيره وين حياتي بديت نشوف فيها بدت تتخلط هنا من المستحسن نشوف أخي سائي نفساني ولكن حبيت برك نقول بلي هذا الضغط شي طبيعي بس ك رانا رايحين نقدموا على حاجة جديدة حاجة ما نعرفوها حاجة جديدة علينا ما عشنا هاش ديجا نعم كيفي أي وضعية جديدة كي بعض الأشخاص تولد عندهم شوية ضغط نفسي هكذا تعي يكون خايف يكون مقلق مستريسي كيفي من المستحسن أنه أنا باش نسير هذك الضغط أني نروح نطالع على هذك الحاجة نسقصي عليها كتر سسوى ناس في المحيط تاعي اللي عندهم اكسبرينس سسوى في الانترنت سسوى نعم طيب أحلام في الأخير ما هي أليات تعامل مع الزواج المبكر أليات تعامل مع الزواج المبكر نقدر نقول لك أنه يتواصلوا كثير مع روحتيهم يعرفوا روحتيهم يعرفوا هما شكون أنا شكون أنا وش راني حاب وش هما طموحاتي وش هما حدودي باش ما نطيحوش أنا ما قلت ليش هكا وانتا ما قلت ليش هكا دونك الواحد من المستحسن يعرف روحه يفهم روحه من أجل علاقة صحية أكتر نعم شكرا لك أحلام فقط قبل ما نختم معاك عدنا فقرة نستلجي الفقرة نشاركو فيها مقاطع فيديوهات قديمة لموسيقى وحتى أفلام أحلام وش هبيت تسمعي موسيقى قديمة يلا هرد نعم مفاجئة موسيقى قديمة يلا فاكري أحلام على بالك أنا نسمع بزفق قبيلي سمع على بالك أسك سي بوصيب قبيلي لكن وش من فنان أي تمانجلات أي تمانجلات أي غنية أي غنية يلا نحن سمعوا أي تمانجلات ونرجع لكم مشاهدينا نعم مشاهدينا كان هذا هو الجزء الأول من فقرة نستلجي لنهار اليوم دحية لكل عشاق الأغنية الأمازيغية لخيرتها أحلام اليوم شكرا لك يعطيك صحة على دعوة تاكم لكن مازال مازال نشوفوا ربما الجزء الثاني فقرة نستلجي اللي نشاركوا فيها أفلام قديمة داكار وش حبي أحلام أفلام قديمة تعتمان عليوات عتمان عليوات وصحة ما فيهون راحلي تقريبا كل الضيوف يعني حبوا عتمان عليوات هذا وطلب ديالهم بس كي يضحك بزاف عندنا بزاف دي سوفنير ملاح يعني كنت تفكروهم نفسيا مرتاحهم تعنيتش فكري هذيك اللي نستلجي اللي عشتها هذك الزماني توس كيف تحسي بهذاك نفس الشعور اللي حسيته كي كنت صغيرة يلا نحو نشوفوا مع بعض أحلام يلا مشاهدينا الجزء الثاني من فقرة نستلجي وراجعين معكم مشاهدينا كانت هذه فقرتنا لنهار اليوم فقرت نستلجي تحية لكم وين ما كنت تحية لك أحلام كلمة أخيرة وما تقولها معنا شكرا ميادك صحة على الدعواء ما تترضوش بشتوفوا أخصائي نفساني ده حسيتوا بحاجة نعم هذه الكلمة الأخيرة شكرا لك مرتانيا أحلام مشاهدينا نخليكم مع فاصل غنائي قصير ونواصل معكم عددنا لنهار اليوم